اشتركوا في القناة مشكلات نقدر نعليجها بمصطلح مهم جدا اعتقد لازم نطبقه وهو جبر الخواطر جبر الخواطر من اسماء الاشياء اللي انت ممكن تمارسها في حياتك تجني من خلال العديد من الثمار جبر الخواطر عمره ما يكون متعلق فقط بالماديات اللي هالناس كثير جدا بتحصره في الماديات اجبر بخاطري بفلوس اجبر بخاطري باي حاجة تنفع ولكن ممكن كلمة بسيطة تجبر بخاطر بيها واحد مواقف كثيرة جدا اعتقد احنا مرينا بيها وعصرناها تحديدا في جبر الخواطر ده وادركنا قيمتها لكن ضئيل اللي تلاقيه محافظ في حياته انه يجبر بخاطر الناس حواليه يجبر بخاطر زميله في الشغل يجبر بخاطر الناس اللي شغالين معاه يجبر بخاطر اهله يجبر بخاطر ابنه لازم كل واحد فينا يطبق هذه المنظوم وده اللي هنعرفه بشكل كبير جدا في ممارساتنا الايجابية من ضيفة العزيزة الاستاذ الدكتورة صفاق مختار استشاري شهون اسرية والكاتبة والبحثة ومحاولة في الانسانيات برحب بيك يا فانده متحيات الحضرة الله يافظك مرسي ما تحلمش منك دايما دكتور بدأسمع عن جبر الخواطر تماما اغلب الناس كمان تقول يا اخي اجبر بخاطره هي ممكن ما تكونش عارفة يعني هزي الجملة او هزي الكلمة فعشان كده بس في البداية عارفين معنى جبر الخواطر ايه هي كلمة جبر الخواطر كلمة جبر انك انت احنا تعودنا يمكن زمان او اللي اكبر مننا في السن واحد رجله كسرت ايده مكسورة يعملوله كبيرة عشان يصلحه العظم اذا كلمة جبر هي كلمة معناها ان انا بصلح شيء مكسور او بصلح شيء بايز او بحاول ازبط شيء علشان يبقى كويس الخواطر الخطر اللي هو النفس النفس الانسان ان انا اجبر بخطره ان انا اصلح شئ تعبه او اصلح حاجة في شخصيته مش كويسة او اقول له كلمة كويسة تسعده الحقيقة الفترة اللي فاتت ديت فيه ناس كتير جدا ابتدت تدور على المفهوم دوت مفهوم جبر الخواطر ده كمان موجود من يعني ايام الرسل والصحابة وفيه مقولة كمان شهيرة او موقف شهير للامام الغزالي جاله واحد قال له انا تارك الصلاة اقول لي ايه عقاب تارك الصلاة قال له تعالى معنا المسجد يعني ما قال لهش عقابك بقى واحد اتنين تلاتة قال له لا قال له تعالى معنا المسجد اذا هي الطريقة اللي احنا بنجبر بيها الخاطر او اللي احنا بنصلح بيها كسر معين هي اللي بتبقى ليها قيمة وليها معنى لجبر او لان انا اخد بخاطر شخص معين برضو الحسن والحسين برضو فيه برضو ليهم قصة شهيرة برضو في قصة جبر الخواطر جم حصل انه نسيت هفتكر واحنا بنتكلم الموقف اللي حصل الحقيقة حتة جبر الخواطر هي عبادة من العبادات او حنقول ان هو باب من دخول من ابواب دخول الجنة نعم فضل الانسان اللي بيجبر بخاطر انسان او اللي هو بيحاول يسعيده بابتسامة زي ما انت قلت او يسعيده بكلمة كويسة على فكرة دي ما بتجيش فجأة صحية دي بتيجي من الصغر يمكن انا دايما بأكد انه الانسان عشان يوصل لمرحلة معينة من تصالح النفس احنا كلنا وانه احنا صغيرين في بعض البيوت ربت ابنائها بطريقة عنيفة او ربت ابنائها بطريقة سلبية على طول بينهروهم على طول بيدربوهم على طول بيعقبوهم فنشأ في نفس الطفل غضب وعضوانية بتكبر معاه لحد ما يكبر تخليه ما يعرفش يعني ايه قصة جبر الخواطر دي تخليه على طول لسانه حاد تصرفاته عنيفة ما يقدرش يقول كلمة طيبة لحد ما يقدرش يبتسم في وش حاد يمكن ده منشوفه كتير جدا في حياتنا اليومية واحنا في الشارع سيئين العربيات حد بيكسر على حد تبص تلاقي على طول اندفع على طول اتسرع في الغضب على طول وجه اتهام مباشر لصاحب العربية التانية من غير ما يمتص غضب الموقف من غير ما يقول كلمة حلوة هو لو فكر شوية يعني لسانية قبل ما الكلمة تخرج من لسانه او قبل ما يندفع في تصرف معين هو لو تحط في الموقف ده حيقبل ان هو يهان بطريقة دي او هل حيقبل بان توجه ليه كلمة عنيفة او لفظ خارج او عباسة في الوجه مش هيقبل كلنا عايزين نتعامل معاملة كويسة كلنا بنطلب من الاخرين ان هما يعملون معاملة كويسة ما ينفعش اطلب من اللي قدامي يعملني معاملة كويسة هو انا بطبعي شخص عنيف او بطبعي شخص غلاط او لساني على طول بيقول الفاظ جرحة فهو الموضوع كله يعني احنا هنقول طيب طفل نشأ في بيئة بالمنظر دوت وكبر على ان الفاظه ما بتجبرش بخطر الناس او هنقول ان هو ما بيفهمش حكاية الجبر الخاطر دي اكيد حواليه في المجتمع في الوظيفة او في الاسرة حد يفاهم يعني ايه القصة دي يجيبه ويقعد يتكلم معاه ويقوله على فكرة جرب احنا ابناءنا على فكرة بيتعلموا مننا بالعدوى يعني احنا ممكن نقعد نقوله اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا مش هيتعلم زي ما يشوفني انا بتصرف ازاي انا ممكن اقول لابني متعليش صوتك وابقى انا بزعق معمراتي صح؟ تمام ممكن كمان اقول لابني ما تجدبش ويسمعني في التليفون بجدب مثلا على عمه او على خالته واقول له ده انا بكرة مسافرة عشان ما تقابلوش وتبقى انت بكرة موجود في البيت صحيح اذا السلوكيات بتنتقل لاطفالنا او بتنتقل على فكرة مننا البعض بالعدوى صحيح يعني السلوكيات السيئة والسلوكيات الايجابية هي بالعدوى صحيح يعني نقدر نقول الكلمة طيبة لها تأثير ايجابي وبسيط حتى بالكلام بس ان انا اتكلم مع غيري او اتكلم مع ابني او مع جاري او حتى اصدقائي في العمل بطيب خاطر كده بيصل على طول انها قدر اجبر بخطره صحي كده فانا؟ بالضبط انا لو شغلت كمان عقلي يا عاصم يعني انا دايما نقول احنا عندنا جزئية ان العقل عندنا نايم يعني انا يمكن شغلي بيعتمد على ايقاظ حالة العقل عند الانسان العربي والمصري بصفة خاصة انا لو قعدت كده يعني ثواني فكرت بعقلي انا لو قلت كلمة كويسة للي قدامي انا رايح مصلحة حكومية مثلا وكلنا بنشتكي من اجراءات المصلح الحكومية لان عدد السكان كبير اجراءاتنا كتيرة والكلام ده طيب انا نازل من بيتي رايح مثلا شهر العقاري ابقى كده قاعد قبل منزل اقعد كده مع نفسي واقول واخد قرار ان انا هجبر بخاطر كل اللي قابلني هل تعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسهلك الامر؟ اكيد طبعا انت نازل برسالة علشان تقضي مصلحة شخصية ليك يبقى اي حد هيقابلك لازم تكون نازل صدرك راحب مبتسم حتى لو وجهتك صعوب تأكد انه في اخر مشوارك على ما توصل لمكتب الموظف اللي انت عندك المصلحة بتاعتك هيعملها لك ده حكت في وشه قلت له كلمتين مريحين هتبص تلاقيه يعني زي ما يقوله خدك بالحض احنا شعب الشعب المصري شعب عاطفي شعب يحب يسمع كلمة كويسة يحب يسمع تشجيع يحب يسمع ان هو ما تنتقدوش يعني ما تقولوش بدل ما انت قاعد تعمل معرفش ايه عايزين نحاول قدر المستقع بالضبط ما ننتقدش تصرفات الاخرين لان احنا منتقدين يعني احنا كلنا عيوب مفيش حد فينا كامل الكامل الكمال دي صفة ربنا سبحانه وتعالى فهي المسألة محتاجة تدريب محتاجة ان احنا نلغي العاطفة القلب ونتدي نشتغل بالعق صحيح كمان زي ما قلنا حتة العدوى انا لما اكون بتصرف بتصرف كويس هتحك في وش اللي قدامي اللي قدامي هيتكسف من نفسه هيدقيني ايه ده داخل علينا بيدحك وكده هيتدي بص تلاقي ايه بيدحك للي جنبه بيدحك لزميله بقيت دي سلوكيات عامة بقينا كلنا بنستحمل بعض لان خلينا متفقين ان كلنا عندنا ضغوط يعني مفيش انسان عايش معندوش مشكلة صحيح مفيش انسان بيروح عمله او ماشي في الشارع معندوش كرب معندوش هم معندوش فقد عزيز عليه معندوش فقد مال يعني كلنا ماشيين عندنا اسقال على كتافنا صحيح الحقيقة انا مبسوطة لاني ابتدت اشوف ان الموضوع دوت كتر اه بيامتو ده اول والناس ادركت قيمته بالزبط وجوده في حياتنا حتى في تعاملاتنا ما بيننا ما بين بعض في المجتمع عشان كده هانيا هاخد الشق الاخر اللي بعض الناس بيعتقد موضوع ان انا اجبر بخاطر حد او متسامح او قلب طيب بياخدوه من المنظور الاخر بيقولك ده شخص ده ضعيف فبالتالي التعامل مع الشخص اللي هو بينفذ مثل هذه الامور وطيب القلب وسامح الوجه ان هو ضعيف او ممكن يستهتره في التعامل معه رأي حضرتك في هذه الجزئية وازاي يقدر يعني يثبت العكس من خلال ان الشخص الطيب ده اللي بيتعامل باجابية مع الناس ان هو ممكن ما يكونش ضعيف لا ده قوي بس القويته هي اللي بتكون يعني نابع التعامل من خلالها بكل احترام بكل ادب مع الغير انت عارف الشخص الطيب اللي بعض الناس بيقولوا عليه ضعيف ده ايه ده انسان في منتهى القوة صحيح انسان في منتهى التسامح والتصالح مع النفس منتهى القوة في علاقته مع ربنا خلينا متفقين ان العصبية سهلة جدا صح او لا لا احنا سهلة جدا نتعصد سهلة جدا انك انت تستفزني سهلة جدا انك انت ماشي في الشارع اي حد يستفزك احنا الانسان بطبيعته شخصيات مستفزة وإلا ما كانش الشيطان وجد لينا سكك كتير جدا علشان خاطر يبوز دنا او يبوز سلوكياتنا او علاقتنا مع الاخرين اذا لازم ابتدي اقنع نفسي ان الشخص الطيب اللي هو متسامح ده مش ضعيف ده منطق القوة العكس هو متصالح جدا مع نفسه مش بيركز يعني انا مش هركز بقى يعني خلاص عدى وفات زي ما بيقولوا يعني فيه مصطلح كده عند بعض الاشخاص اللي هم الفئة اللي هي بسيطة اللي بتنزل في الشارع تروح تتعامل معاهم يقولك يعني سيد دي عدى وفات عدى وفات دي يعني ايه يعني موقف بص هي ثقافة الطيبة دي ثقافة انا بعتبرها ثقافة الانسان الطيب اللي بتقال عليه اهبل لا هو مش اهبل هو انسان ما بيحبش يعمل مشكلة فبيسيب المشكلة تعدي ويقولك عليها عدى وفات اذا ده انسان يعني في قمة التصالح مع النفس الغضب سهل انك انت تتعصى بسهل بدليل ان احنا ولادنا وده حنلاقيه يعني بصورة واضحة جدا في سلوكياتنا مع ابنائنا لو الام مثلا خارجة في مكان عام وقاعدة مثلا مع اخوتها وولدها بيلعبوا مع ولاد اختها او مثلا في النادي وابنها غلط بتتدايق ليه؟ ان هي بتحس ان ابنها اظهر عدم تحملها او انها مش مربيه او بتروح عاملة ايه؟ يا اما مزعاقة في الولد بتشخط فيه يا اما بتضربه نعم مظبوط اذا ده تصرف سريع لانه سهل لكن هي لو بصت وابتسمت وسكتت الولد حيستغرب وخدته من ايده وتتطبط عليه وحضنته يعني انا دايما نقول لأي ام تجيلي تشتكيلي من سلوكيات ابنها او انه مثلا هايبر اكتف او انه عنيف او 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 اقول لها لما يعمل موقف انت شايفه غلط في وسط مجتمع صديقاتك او في الاسرة روحي له وحضني حضن جامد اوي وبوسي الولد حيفاجأ من رد الفعل وعلى فكرة الموقف دوت انا مش بقوله لفظيا ده لو انت جربتيه هتلاقيه فعلا حقيقي وعلى فكرة مع الكبار جربي كده تبقي بتتخان انت وجوزك هو بيدخل من الشغل منفعل وبيزعق روحتي حضناه الراجل هتلاقيه جات له هو في ايه بتقوله بس انت جاي تعبان طب اشرب شوية مية طب قاعد بس طيب حاضر لكن اللي بيحصل ان هي برضو بتبقى وقفة في المطبخ او لو هي موظفة بتبقى مثلا رجع من شغلها قبله لو بتركب مواصلات الجو بيبقى حر لو بتاخد عربيتها الشوارع بتبقى زحمة على ما تلاقي ركنة تحت البيت او ركنة في مكان العمل اذا هي زي ما هو مضغوط هي كمان مضغوطة لو انا لغيت عواطفي في تعاملاتي مع الاخرين حوصل لجزئية او حوصل لاحدى مفاتيح باب جبر الخواطر لانه المعاملة لازم تكون بالمثل ماينفعش اقول ان دايما يعني اما يجيوا لي برضو زوجين اقول ماينفعش يا جماعة ان الزوجة على طول هي اللي تفوت والزوج يبقى هو اللي على طول عصبي وهي بتمتص عصبيته يجي لي الزوج يقول لي مش حضرتك بتقول لي على ان المرأة ملكة اقول له اه المرأة ملكة بس عشان توصل لكرسي العرش وتبقى هي ملكة لازم انت بتساعدها بده لازم تعمل لها سببورت ما تفضلش طول ما انت قاعد تقول لها العيوب بتاعتها هنا في قصة كده بتحضرني في زهني رجل ومراته عندهم بنت في العشرينات راحوا لطبيبة علشان يعملوا للبنت ندارة تماما وزوجته عايزة تعمل برضو تغير ندارة الاراية خلينا متفقين ان احنا كلنا بعد سن الخمسة واربعين بنحتاج لندارة الاراية فدخل قاعد يقول لمراته بقى وبنته فبتقول له مين اللي حيكش فبيقول لها وارفانة على امراته يعني ارفانة بان هي ما بتشوفش وبتتحجج وما بتعرفش تقرأ ومش عارف ايه بتتلخبط في الوان الشربات ومعرفش ايه ودي ودي في سبيل المدعبة ولا في سبيل الجد لا بيتكلم طبعا جد بالنوع من الانواع الصخرية التهكم يعني التهكم الدكتورة الجميلة راح تقيت له تخيل ان انا فتكرتهم لاتنين ولادك مش باين عليها خالص انها رفعت معنويات رفعت معنويات صحيح اه هي الدكتورة بقى بتحكيلي بتقول لي انا كنت على فكرة متهيأة لي ان هما مش هيقولي تاني الراجل شكرها بعد ما خلصوا الكشف وقولها تاني وقال لها انت ديتيني درس صغير وانا عرفت انه اسلوب صحيح اسلوب التام برضو دي رسالة موجهة برضو للزوج المصري الزوج المصري ما عندوش حتة برضو الفوكابلري انا دايما اقول ما عندوش الفوكابلري او لو عندو الفوكابلري ما عندوش التصرف يعني بص في منطعة التناقض يأما بيقول كلام حلو كتير 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 وما بيتصرفش تصرفات تثبت حبه مثلا لزوجته يأما ما بيتكلمش كلام حلو يسعدها بس بيعمل تصرفه بس مثلا حيكون كريم بيجيب طلبات البيت بيوديها ويجيبها هو مش عارف يعمل بلانس المزج ما بين الاتنين اه بالضبط وده مهم قوي على فكرة لانه مفيش انسان ربنا خلقه وحش على طول ومفيش انسان حلو على طول احنا محتاجين من وقت للتاني نقعد مع نفسنا ونسترجع تصرفاتنا ونعمل فلاشباك ونكتب دايما انا اقول دايما في كل لقاء انا بقول الورقة والقلم يا جماعة نكتب نكتب ايه عيوبنا نشتغل على نفسنا لو انا اشتغلت على نفسي وانت اشتغلت على نفسك وسين من الناس هننزل للمجتمع هنخفف الى حد ما المشكلات اللي بتواجهنا في الشارع وفي الشغل وفي البيت وفي الاسرة لان احنا كلنا زي ما قلنا بنوعاني فمش محتاجين من بعض غير ان احنا نحس ببعض نجبر بخاطر بعض نجبر بخاطر بعض ولو اتكلمنا عن الشق المتعلق بالزوجين هل البداية تكون مع طرف قبل الاخر امن الاتنين المفروض يبدأوا بهذه الجزئية وتطبيقها في حياتهم عشان ده ينعكس على المجتمع بعد كده لما يكون في جبر خاطر ما بين الزوجين في حياتهم الزوجية اكيد ده هيأثر على ولادهم فبالتالي هيأثر على المجتمع زي ما بقولوا كده اصلاح المجتمع هيأتي من اصلاح الفرد نفسه بالزبط برضو ما قدرش حط قاعدة لانه ممكن يكون الزوج نشأ في بيئة ايجابية مثلا عندهم قصة بوابة جبر الخواطر دي هتلاقي الام والابا معهم مفاتيح كتير لها يبتدي يعلم انا بقول انه مش عيب ان الزوجة تعلم جزها وان الزوج يعلم زوجته بس هنا برضو بيحضرني بعض الامثلة عندي انا عندي بعض الامثلة من الناس اللي بتيجي تستشرني ازواج رفضين التغيير يعني تلاقي الزوج عنده كبري يقولك لا انا كده عجبني عجبها على كده عجبها مش عجبها خلاص اقولها على طول تقولي له سلام عليكم بقدم هو رافض ان هو يتغير وعلى فكرة الانسان اللي بيبقى سلبي او بيبقى عدواني او بيبقى عنيف الناس اللي حواليه معظمها بينفضوا من حواليه طب ليه تغيري بقى من الزوج ممكن ما تكونش ليه من الزوجة هي عملت هنقول ان هي عملت اقصى ما تستطيع يعني هي عملت اقصى ما تستطيع كلمته كتير علمته كتير قالت الاصدقائه يكلموه هو بنفسه شاف ان هي تغيرت سلوكياتها معاه من كتر مثلا سلوكه العنيف من كتر مثلا لسانه الشرس كلماته اللي هي عنيفة في الشارع مع الناس مع اصحابه كلمته كتير اصبح ده بيسبب لها ازعاج دائم لا ينتهي خليني اقولك برضو زي ما كنا بنتكلم في الاول انه الكلمات او جبر الخواطر احنا اتفقنا انه عضوة طب هو حيعديها حيبتدي يولد عندها حتى يعني اصبحت مضغوطة متضايقة على طول لان هي عايزة تسمع وخاصة لو طبيعة الزوجة دي طبيعة وديعة وهادية لسانها مش يعني مش من نفس شخصيته مش من نفس التركيبة حاولت معاه كتير لكن مفيش فايدة يا اما بتنعازل عشان تديله رسالة غير مباشرة ان هو لازم يتغير يا اما يعني يبعده عن بعض لانه ده هيسبب خلل في المجتمع طبعا يعني ان هي بتستحمله وهو لا يحتمل ومش عايز يتغير طب جبر الخواطر ما بين الزماية في العمل يعني لان ده مهم جدا واعتقد زي ما بيقوله كده الحاجة المحفزة ان الواحد ينجز عمله على اكمل وجه المحفزة الحب للمكان اللي بيعمل فيه المحفزة الحب لاصحابه واعتقد بتنشأ منها كل الحاجات الايجابية وبتدي طاقة ايجابية في المكان نفسه لما يكون في جبر خواطر ما بين الفريق العمل واحد ده روعة في الشغل انا بشوف امثلة الحقيقة حلوة قوي تبص تلاقي مثلا حد جاي من الشغل جاي بعموز وبيوزعه على كل يمكن تكون حاجات بسيطة صحيح مثلا واحدة مثلا موظفة جاي عاملة في البيت كيكا دوقوا الكيكا ويشربوا مع بعض الشاي ده قبر جبر خواطر بط طبعا طبعا قبر خواطر ليه لانها بتبقى فرحانة بانها عملت مثلا حاجة ليهم وقفت في المطبخ وعملت لهم حاجة وهم بيبقوا فرحانين ان هي في بيتها وفتقرتهم خلينا متفقين انه معظم اي مكان فيه ساعات العمل ما بتزدش عن تسع ساعات الا اذا مثلا فيه اوقات تانية او بعض الاشغال التانية بتبقى شفتات زي الدكاترة او زي الناس اللي هم بيشتغلوا كل سنتر او اللي بيشتغلوا موظفين البنوك ساعة الميزانية او الكلام دوت بيعضوا الاوقات كتير جدا جدا فبيبقوا مضغوطين انا لو فهمت ان الضغط ده اللي في الشغل او في المكان موزع على الكل يبقى الكل واحد شايف فاهم ازاي الجزئية الضغط بتاع الشغل موزع على الكل يبقى الكل في واحد يعني ايه الكل في واحد يعني نحاول احنا كلنا نبقى شخص واحد نخفف عن بعضنا الضغط ونخفف عن بعضنا المشاكل اللي بنشوفها لو خاصة بنتعامل مع المواطنين وبنلاقي صعوبات في التعامل او عصابية من المواطنين نعم كمان التهوية انا بدل ما نقول انه ما ينفعش انسان يبقى عنده تصرفات ايجابية او عنده تصرفات كويسة وهو صحته مش مزبوطة مهم او يبقى فيه تهوية جيدة في المكان بصفة دائمة تجديد الهوى لو الشمس كمان الشمس لازم تدخل الغرف افرد مثلا مكان ما بيدخله الشمس مثلا هنقول مكان بحري ما بتدخله الشمس يبقى اندخله هوا علشان خاطر التقاط اللي في المكان تبقى مجددة والاكسوجين يبقى مجدد باستمرار مفيش مانع ان يبقى فيه مثلا بعض الزرع يبقى محتوط وموجود مفيش مانع ان احنا نقعد مع بعض يوم في الاسبوع او يوم في الشهر بعد ما يخلص الشغل كل واحد يتكلم عن مشكلة عنده ويفكروا مع بعض المجموعة لو هم في مكتب واحد ازاي يحلوها او لو هم مش هيعرفوا يحلوها يقولوله ايه الحلول اللي ممكن تتعامل وبرضه زي ارجع دايما واكد اقول بالورقة والقلم لان انا لما بكتب انا شوف انا فكرة ان انا كنت عايزة اتكلم عن قصة الحسن والحسين في موضوع جابر الخاضر نسيت الكتابة بتخلي الانسان عنده دايما نشاط في الزكرة لانك بتشغل عينيك وبتشغل ايديك والصمت اللي هو العقل الباطن بيقرأ اللي مكتوب التوتر اللي بيصيب الانسان بيخلينا ننسى يعني التوتر انا يمكن تعطفت معاك وده اللي خلاني نسيت علشان ابنك حبيبي ربنا يصرف عنه يا رب فده عمالة افكر طب ازاي انصحك نصيحة برضو بحتة الخفاض الحرارة ونصيحة داتها الجابر خاطر بالزبط نعم فلازم نكون كلنا مؤمنين ان هذا المفتاح او هي عدة مفاتيح لهذه البوابة اللي بتدخل الانسان الجنة لان ميزانها عند ربنا الضعاف ميزانها عند الانسان وبعدين انا مش لازم مش بالضرورة هبقى مستنية المقابل في نفس الوقت يعني جبر الخواطر فيه تصرفات بجبر بيها الخاطر ما باخدش النتيجة بتاعتها وقتية بمعنى انه مثلا هيجي مدير شغل شايف ظروف معينة لموظف عنده او موظفة عنده في توزيع مثلا الجدول بتاع الاجازات شايف ان هي ظروفها مثلا الصحية او عندها بعض المشكلات يجبر بخطرها بايه طبعا مش هيتعدى على زملائها بعد ما ياخدهم ويعمل لهم مثلا اجتماع بسيط ويحكي لهم الموقف فيكونوا كلهم مشتركين في قصة مفتاح من فتح من ابواب باب من ابواب جبر الخواطر يعني يقدر نقول يا فنديم ان جبر الخواطر من اسمة المعاملات والاشياء اللي احنا ممكن نمارسها في حياتنا جدا جدا اعتقدت سهلنا امور كثيرة جدا حتى في اشغالنا واعمالنا حتى ما بيننا ما بين بعض هتلاقي نفسك كده بتتعامل مع صديقك او زميلك طالما بتكبر بخطره هتتعامل مع بعض بنية صديقة كل واحد بهمه على التاني كل واحد حابب ان يشوف التاني في مكانة كويسة كمان الحاجات اللي احنا بدأنا نقصر فيها خاصة في التوقيت ده بدعوة الحياة مضغوطة مع عندنا ظروف الدنيا صعبة ما فيش وقت الحاجات الخاصة متعلقة بالافراح لما تلاقي حد يعزمك على فرح او مثلا في جنازة معينة خدوا بالحضراتكم كونك ان انت تروح فرح او تروح تحضر عزة ده في حد ذاته جبر خاطر اهل الفرح ده او اهل هذا العزة انك انت بتحاول تعويضه بزيارتك دية عن شيء فقده في حياته لو كان عزة وانت بتدعمه بشكل كبير جدا جدا لما تروح له في الفرح بتاعه بيتباهى بوجود الناس عشان كده حتى بيقولوا واعزم ناس كتير جدا في الفرح بيتباهوا به مثلا لو اهل العوصة عزمين ناس كتير بيتباهوا قدام اهل العريس بحبايبهم وبقى رايبهم الحاجات الجميلة اللي احنا بنشوفها دي كاملين معاكم مشاهدات كرام بعد الفاصل تالت فقر ان شاء الله فقد برد مجنة الحوارية انتظرونا